خلينا نقول إيه؟ إن المواطن نفسه كنوا يحسوا إنه يقدر يكتب تعليق إنه ليه صوت يوصل لل... ده في حد ذاته مشاركة إيجابية طبع إنما أنا أخذ إيه؟ أنا أخذ من متحدثين متخصصين في جزئية معينة طبع وبشوف الممارسين بيعانوا من إيه؟ عندهم مشاكل إيه؟ ولو إحنا شفنا الجلسة التانية في المؤتمر هتلاقيها عن إيه؟ عن السياسات العامة اللي هي ممكن تكون تمثل رصد للأفكار اللي نجحت أو الممارسات الدولية الجيدة في كل مشكلة من المشكلات اللي يتم التوافق على إنها موجودة إيه التحديات اللي عندنا؟ إحنا عندنا قضية ولا اتنين ولا عشرين قضية طب العشرين قضية دول كل قضية من القضية دي الدول التانية أو أفضل الممارسات حتى لو كانت تاريخية دخلت فيها إزاي؟ إيه المداخل غير التقليدية اللي يتعامل مع كل قضية من القضية؟ صحيح بننتقل بعد كده إلى حاجة مهمة جدا في اليوم النهاردة بعد ما احنا نتفق على السياسات العامة دي هننتقل إلى محاور خاصة بالدين العام والتمهيد لليوم التالي اللي هو دور القطاع الخاصة هيبقى إزاي؟ التضخم اللي هو سيمة عامة لكل الاقتصاديات هيتم التعامل معها إزاي؟ أعتقد أنه التحدي الأكبر هو أنه في ظل هذه الأزمات الاقتصادية أو الأزمة الاقتصادية العالمية أنه نحن نبقى ماشيين في خطة جذب الاستثمارات؟ جذب الاستثمارات ده شيء طيب جدا ويمكن هتلاقي اليوم التاني مراكز على ده لأنه في محورين مهمين جدا وصيقة ملكية الدولة وصندوق مصر السيادي إيه العلاقة باللي اتنين؟ صندوق مصر السيادي ده عبارة عن الفوائد اللي بتتحقق عندنا إزاي بنستثمرها في مجالات تدر عائد فيمكن آخر رصد كان في الموضوع ده كان في بداية 2021 كان ترتيب صندوق مصر السيادي 41 من مي لأن حجم الاستثمارات فيه رأس المال فيه حوالي 13 مليار وده رقم مش كبير بس هل دول من عوامل جذب الاستثمارات في مصر؟ اللي بتتميز بيها مصر؟ جذب الاستثمارات الاستثمارات ده استثمارات خارجية الاستثمارات الخارجية لما تيجي بتيجي إما إنها بتنشئ مشروع جديد أو بتخش بمشاركة في مشروع قائم وعشان كده بنصلح المفاهيم مفيش حاجة اسم يبيع أصول مفيش حاجة اسم يبيع أصول أنا بخش على مشروع المشروع ده إما مشروع جديد أو مشروع أنا داخل بنسبة مشاركة فيه وبالتالي دي الشائع اللي بيركز عليها قوي أهل الشر والناس الممولين فإحنا لازم نصحح وإحنا ماشيين بعض الأفقار وبعض العبارات اللي هي ما بتكونش سليمة لو جينا لليوم التالت هنلاقي فيه إنه ده يوم مهم جدا جدا لإنه بتتم فيه على مرحلتين جلسات متوازية عدد الجلسات دي ممكن يكون 11 أو 12 جلسة على التوازي تنتهي بجلسات عامة الجلسات الخاصة أو النوعية أو المتخصصة دي بتناقش مشكلة كل قطاع من قطاعات الاقتصاد المرسل يعني مثلا هنلاقي جلسة للطاقة والطاقة المتجددة على التوازي هتكون شغالة جلسة تانية للتطوير العقاري للمشاكل المالية للقطاع المالي السياحة والطيران ممكن التعليم والصحة والتعليم والصحة ما كانواش مرصودين ضمن الآضايا اللي هتتناقش في المؤتمر بس مجلس الوزراء ضاف لأنه أكيد في حاجة اسمها اقتصاديات التعليم واقتصادات الصحة واقتصادات الخدمات الطبية فالـ 11 أو 12 جلسة هيبقى على التوازي يبقى هيتم تقسيم المشاركين إلى متخصصين في كل مجال من المجالات دي بعد ما هيبقى مطلوب منهم إيه؟ تحديد التحديات والمشاكل الخاصة بالقطاع وإيه أفضل السبل للتعامل مع هذا ترجمة نانسي قنقر